برج الجادي بشكل أو بآخر محسود وعنده مدايقات كتيرة من الحسد ده ممكن أمراض كمان طرقت على جسمه بسبب الحسد اللي موجود في جسمه ده ولازم أنه يخرج طاقة الحسد الشديدة دي من حياته لازم أنه يخسل جسمه وروحه طبعا منطقة الحسد دي طبعا على حسب علمي المحدود فالاختسال بمية وملحة والستخدام الرقية الشرعية ده بيبقى فيه جزء كبير من العلاج طبعا بقية العلاج لقاء يعني أشخاص هم مختصين به ويقدروا يفيدوا فيه أكتر فأنا مفتيش فيه اللي مليش فيه علم كمان عندك بعض المشاكل يا برج الجدي بعض المشاكل في إطار الأسرة في إطار العائلة أنت بتحاول تحل بس ما انتاش قادر فياريت تتنحى جانبا لفترة علشان خاطر ترتاح ما يكونش فيه منوشات ومتاعب مباشرة تمام؟ عايزين كمان نقول الصحة بتمر بوعكة المرحلة دي يا برج الجدي وإن شاء الله الوعكة دي هتعدى عليك بسلام وهتخرج منها زي الفل ومش هينوبك منها أي أذى وعكة صحية خفيفة ما هيش حاجة صعبة ما هيش حاجة خطيرة وإن شاء الله ربنا هيتم عليك النجاة والسلامة والصحة وكمان في نهاية الفترة دي هيكون فيه تحسن ماد كبير سبحان الله يعني نتيجة الصبر على الابتلاء ربنا هيبعث لك جايزة مالية سبحان الله يعني هو يكفيك جايزة ربنا أن أنت صبر بالنسبة لبرج الجدي للعمل خلينا نتكلم عن العمل يا برج الجدي العمل بالنسبة لك شاط جدا متعب جدا بيحتاج منك مجهود عضلي كبير بتشتغل لفترات طويلة بتحاول ان انت بتحاول ان انت تكتهد باستمرار بتحاول ان انت تكون إنسان دقوب بتحاول ان انت توفر لعيلتك أو لأسرتك حياة كريمة مويحة ميسورة ماديا بتحاول ده بكل الطرق نفسك تحققه ان شاء الله هتقدر تبلغ مناك وفعلا هيكون لك تحقيق لأهدافك المالية والعملية يعني انت لو بتفكر ان انت تعمل مشروع جديد تتحسن دخلك أو تشتغل وظيفة تانية تتحسن دخلك فان شاء الله الفكرة دي نجحة جدا هتجيب نتايج كويسة جدا معاك هتعلي شأنك كمان عايزين نقول ان اكتمال الامر اكتمال الامر هيكون له دور كبير قوي في حياتك في شهر ستة في المرحلة اللي هيكون فيها الامر بدر هتكون انت مكتمل الصحة ومكتمل الزهن الصافي في امور كتيرة هتكشف لك حقيق كتيرة انت ما كنتش تعرفها لا عن نفسك ولا عن العاملين حواليك في نفس الشغل هتكتشفها وهتعرف اسرارهم وهتعرف هم بيبصو لك ازاي وشايفينك ازاي وهتعرف تاخد طريقك في الشغل وهتعرف تشوف مين اعدائك ومين حبيبك وتبصو لهم كويس وتبقى عارفهم مش هتبقى مخدوع ومش هتفضل مخدوع يا برج الجادي في حاجات كتيرة قوي هتحصل لك في الفترة ديت هتكون مؤدية لنجاحات كبيرة ان شاء الله فيما بعد على قد المجهود على قد المعاناة اللي انت هتعيشها شوية شوية خلينا برضو ما يعني منرسمش الدنيا وردي وهي على عكس الحقيقة احنا بنحاول ان احنا نخليها مقبولة فهي ان شاء الله انت ليك خلينا نقول نجاحات كتير ولكن بعد مجهود ما فيش حاجة بتجي بالسهل ما فيش حاجة هتيجي من لوحدها لكل مجتهد النصيب لازم تجتهد علشان تشوف مرادك وحلمك خلينا نتكلم بالنسبة للحب والعاطفة للمرتبطين المرتبطين بعلاقة حب او بزواج فاحنا هنقول لهم ان الاشخاص اللي مضايقينكم واللي معقرين صرفوا حياتكم واللي بيحاولوا ان هما يبعدوكم عن حبيبكم واللي بيحاولوا ان هما يكرهوكم في حبيبكم حاولوا ان انتوا ما تسمعوا لهمش حاولوا ان انتوا ما تبقوش قاعدين معاهم شخصيات نسائية بالذات بتحاول ان هي تفرق بينكم فخليكوا تكونوا مواضحين مش واضحين وبس لا خليكوا كمان تكونوا يعني ماشيين على سيستم معين انا الشخص ده انا هفضل معاه تمام طبعا في حالة الاخطاء الكبيرة بنتحاسب وبنتبادل الكلام ولكن في حالة المشاكل الصغيرة فبنعدي وخلاص في تحسن لك في امرك المادية للمرتبطين فده هيقدي بالاجاب على حياتك وعلى مصرفاتك وعلى زوجتك وحبيبتك وعلى زوجك وحبيبك هيكون في تحسن كبير بعد صبر طويل طويل يعني كان فيه يعني قلت فلوس في الفترة اللي فاتت كتير جدا هتتحسن بشكل كبير قوي قوي وبالذات على العيلة يعني انت مش بخيل انت مش بتحاول ان انت تكنز الفلوس على بعض انت بتحاول تسعد اهلك بتحاول تسعد اللي حواليك بتدي بتتبرع بتسعد اللي حواليك ماديا بتخليهم سعدة خصوصا بعد فترة انتظار طويلة فهم مستهلين منك كل التأدير خلينا نقول كمان حاول ان انت تقدر الطرف الثاني في علاقتك قدروا جدا بالذات اللي صبر معاك واللي بستحملك واللي بيكون موجود علشان راحتك وساعدتك حاول ان انت ما تديش عليه حاول ان انت ما تزعلوش ان شاء الله ايامكم كلها سعادة خلينا نشوف المنفصلين ايه الاخبار عندهم وبعدين هنشوف العزاب ومتأخرين الزواج بالنسبة للمنفصلين المنفصلين المنفصلين واللي نتيجة التحكمات الطرف الثاني قاعد بفضل خناءات وخلافات ومشاكل وانتو مش عارفين تعملوه بتحاولوا الداد وتسيسم وما فيش فايتة هو بعض واخد طريقه وبعد عنكم ولكن هيموت قد كده هيموت ويبقى جنبكم قد كده بيفكر فيكم جامد ولكن هو في مرحلة سكون انا قاعد ساكت وانتو اللي لازم تيجوا لما لعندي وتكلموني والله انتم عندكم الاستطاعة دي ان انتو تروحوا وتتدقوا بالكلام علشان خاطر ييجي ويصالحكم هتكون الامور محلولة ما عندكمش الاستطاعة فاستنوا والصبر ان شاء الله وفي اقرب وقت هيجي لانه الصبر معاتش معاه منه كمية كبيرة فامش هيقدر يسبر كتير بتحسوا اوقات كتير ان ما فيش امل وما فيش نتيجة والامور كلها مقفلة فوش كل ببان كلها مقفولة والحبايت بعدين عنكم وا 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 كل الكلام ده ان شاء الله هيتحل تماما في اشكال كتيرة اشكال ارتبطات جديدة اشكال رجوع للحبيب الاولاني واللي انتم بتحبوه جدا وعايزين تفضلو معاه فهيكون عاطفيا بالنسبة لكم يونيا شهر مرضي جدا شهر هيرضي كل طلباتكم زي ما بنقول عايزين نشوف بالنسبة للعزاب ومتأخرين الزواج فخلينا نشوف ما شاء الله شايفين ان شاء الله في افراح في تقدم وفي عهود بيننا وبين اللي هنحبهم وبيننا وبين اللي احنا بنحبهم في زيجات في كمية رضا كبيرة جدا هتكون موجودة في كمية رضا من ربنا هينزلها عليكم ويبعتلكوا الشخص اللي انتم بتتمنوا او اللي انتم بتحلموا ان هو يكون موجود في حياتكم سواء راجل سواء ست هتلاقوا مرضاكم وهتلاقوا اللي يراضيكم معظمكم كان سبب التأخير بسبب الاهل معظمكم سبب عدم الارتباط برضو بسبب الاهل لانهم هم رفضين الفكرة او لسه ملقوش الشخص اللي يستهلكم في وجهة نظرهم هم وده بيضايقكم جدا وبيزعلكم لان بتحسوا انتم مسلوبين الارادة وملكمش كلمة في الحياتكم وده طبعا بيبقى صعب جدا خلينا نشوف قرائتكم اه الرومانس هيقول ايه فخلينا نقول الرومانس بالنسبة لمبدئيا احنا شفنا المرتبطين فخلينا نقول يعني تقلوا العيار في الرومانسية شوية اليومين الجايين لان ان شاء الله هتكون الحياة بينكم سعيدة وهنية للمرتبطين طيب اه ليه المنفصلين ففي رجوع وفي ندم وفي حب هيبدأ من اول وجديد ومشاعر طيبة من قلب القلب بيحبه وهتبقى حلوة جدا بالنسبة ليه متأخرين الزواج والعزات فليكم هانا وساعدوا مشاعر حب كتير جدا ورومانسية مفرطة هتتحط وتتصبف طريقكم زي ما بنقول هيكون ليها عليكم اعظم الاثر ان شاء الله خلينا نشوف كارت الملاكة بيقولك ايه كارت الملاكة بيقول اسك يور انجل يعني انت اسأل ملاكتك نسأل ملاكتنا ايه اللي جاي لنا بعد كده فبيقولك هتحس في وقت من الاوقات ان انت مش سعيد ولكن هي دي قلمة السعادة فما تبصش لكل حاجة بمنظور دايق بص لكل حاجة بالافق الواسع ان شاء الله تكونوا كلكم بخير ياريت ما تنسونيش من اللايك بحبوكو جدا 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 اسف جدا لان مقلة في الفيديوهات بجد لان تعبان دعوتكم ياريت اللايك وما تنسونيش من اللايك بحبوكو جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة